الحمد لله بعيدنا عن في شرك جلي اللي هو عبادة الأصنام وخلافه وفي شرك خفي العمل من أجل الناس شرك انه واحد بيعمل عمل خير بيعمل خير هو بيسارع في الخير بس يعني عشان الناس تقول عنه أولا دي مصيبة سودة دي ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله من الاثنين دول ترك العمل من أجل الناس رياء يعني لا لا مش هعمل أصلا الناس شايفاني يبقى ده اسمه رياء والعمل من أجل الناس شرك انه واحد بيتصدق عشان نسأل حضرة المتصدقة هو بيصلي عشان نسأل حضرة المصليه هو يبقى ده شرك اللي يعمل لأجل الناس طب والإخلاص أن يعافيك الله من الاثنين من الرياء ومن الشرك يعني لا تترك العمل لأجل الناس ولا تعمل العمل لأجل الناس يبقى إذا تعمل العمل لأجل الله تبارك وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أول صورة الزمر يقول إيه فاعبد الله أيوة بقني طريقة مخلصا له الدين لوجه الله فقط